بسم الله الرحمن الرحيم ازياكم يا حبيب قلبي عاملين اي رب تكونوا بخير صباح الفل او مساء الفل على اختي وحبيبتي وامي اللي بتتبعني وحشتوني وحشتوني كمان مرة وحشتوني النهاردة بقى هنعمل مع بعض باقي المخلل اللي احنا عملناه من حوالي كده شهر يلا بينا كده نشوف هنعمل ايه في النهاردة في المخلل بتاعنا وهنزبطه ونشوف النتيجة اغبارها ايه هل هو حلو وحش طعمه حلو حادق ايه اغباره اتهارة كله تمام ولا ايه بالزبط هنشوف دلوقتي كل حاجة يلا بينا نسمي الليه ونصلي على الرسول علي افضل الصلاة والسلام وحط اللايك بتاعك هنرجع كده لورا كده لمدة شهر ونشوف احنا عملنا ايه فاقل من دقتين وبعد كده ندخل على الروتين بتاعي النهاردة عشان الناس الجديدة اللي معانا تبقى فاهم احنا بنعمل ايه من حوالي كده شهر جبت كمية كبيرة من المخلل المخلل اللي هو ايه او من الخضار يعني بصل وارنبيت ولفت وجزر وخيار وفلفل ولمون كمان بدأت اللي انا احضرها بالشكل اللي انت شايفاه دوت كده جبت مية سخنة غلتها على النار وخدت كمية من نسبة للبصل وكمان الارنبيت وغطيت الاتنين بغطيان حلل وبدأت اللي انا اقطع اللمون بتاعي اربعة اربع ونزلته في الماء وسبته كده ياخد غلوتين ثلاثة مش سوى كامل وجبت بقية الخضار بتاعي غسلته كويس ونظفته كويس جدا وحطيته بحاله في البطرمون بنفس الشكل اللي انت شايفاه كده مش متقطع ولا اي حاجة طيب انا دلوقتي عايزة اعمل زي كهبة وملحقتش اللي انا اعمل اعمل ايه مفيش لفت في السوق لا عايزة اقولك اللي النهاردة 22 مارس لسه اللفت موجود في السوق تلحق اللي انت الجبيب وتعملي زي كده قدامك 15 يوم على شهر رمضان اقل اقل من 15 يوم قدامك يعني كده يعتبر 10 تيام او اسبوع تقدري تعملي اللي انا عملته دوت واللفت يقعد معاك طول السنة ان شاء الله باذن الله مش طول السنة قوي يعني ممكن يقعد معاك 6 شهور تمام كده تمام بدأت بقى اللي انا اعمل ايه قطعت بقى كل حاجة وجهزت كل حاجة بالشكل ده لو انت عايزة الفيديو دوت بالتفاصيل هسيبهولك في اول كومنت مسبت لو حست اللي انت تايها او نقصك حاجة او في حاجة مش فهمها ضبطت المحلول بتاع المياه بتاعي كويس جدا وانزلت على البصل وبقيت المخل البتياري وسبته بقى كده يعيش حياته لمدة شهر كامل وهنفتح عليه النهاردة ونبدأ نقطعه ونشوف النتيجة والاخبار ايه وعايز اقولك بقى الليمون المعاصفر حكاية شكله بس كده يعني عايزة تاكلي تاكلي البطرامان كده من غير اي حاجة تانية المهم ازاي نثبت الملح بتاعنا علشان خاطر يطلع المخلل بتاعنا كويس لكل كباية ميا مع علاقة ملح كبيرة طب انا مش بفهم كده ومش بعرف اعاير بالكباية او مش عارف اعمل ايه لكل كيلو خيار او كل كيلو مخلل انت هجي به ست معالق من الملح سواء هو خيار ارنبيت جزر لفت اي حاجة من اللي بتتخلل كل كيلو ست معالق ملح تمام كده هنا هحط الملح بتاعي كويس جدا الميا قصدي هغط الميا وهسيبه بقى كده واقفله كويس جدا ونبدأ نفتحه مع بعض بقى النهاردة ان شاء الله لو انت بتتفرجي عليها الاول مرة ما تنسيش بقى تحط اشتراك تفعل الجرس علي كلمة الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات يا ست الكل وطبعا تثبت وجودك تحت في الكومنتات بكم انت حلو زي العسل زيك بينورني ويكترني ويفرحني طول الوقت هنا بعد شهر من تخليل المخلل يا طرى شكله عامل ازاي يا طرى هو تهرى اللفت اللي بيعد ثلاث يام هل هو قاعد شهر معاك يا هبة ايوا هتشوف دلوقتي كل حاجة على الطبيعة على عينك يا تاجر مش بخب عليكم اي حاجة خالص اللمون المعصفر كل يوم تقدر اللي انت تحرك البطرامان كده يمين وشمال عشان خاطر يستيو معاك انا مش هفتح النهاردة على اللمون عشان لسه هسيبه شوية كمان يعني هسيبه كده ازبوها جبت معايا المصفة كده وهبدأ اللي انا احطها على البطرامان من فوق عشان لما ايجي اصفي مفيش حاجة تنزل في الميا الميا دي مش هتترمي الميا دي هنحطها تاني على المخلل بعد ما نزبطه بقى وندلعه ونعمله شوية الحركات اللي احنا هنعملها دلوقتي الطبق طبعا اللي حطيت في الميا طبق نضيف والدنيا تمام هفضي بقى كده المخلل بتاعي بقى هحاول كده لانا ايه هفضي بقى الكمية كلها في طبق تاني بسم الله ما شوالله زي ما انت شايفة كده المخلل يعني عايز اقولك اللي هو فعلا حاجة تستاهل بقك والله العظيم مش عشان انا اللي عملاه بشكر فيه لأ هو فعلا طلع طعمه حلو قوي واكيد هيطلع من ايديك طعمه احلى من اللي انا عملاه لو مشيتي ورا الخطوات واحدة واحدة هعمل نفس الكمية او نفس الطريقة اللي انا عملتها في العلبة الاولانية هعملها هنا هفضي الميا وهروح برضو مفضية كمية المخلل كلها طبعا الميا دي عايز اقولك اللي هي بتبقى بتتشرب كده بتبقى طعمها جميل جدا اوعي ترميها حاجة كده يعني حكاية لو حسيت اللي الميا بتاعت المخلل نقصة ملح دقيها لو حسيت اللي هي نقصة ملح تقدر تزوزي كمية حلوة من الملح وتقلبي والدقي لكن انا بصراحة طلعت الميا مزبوطة جدا ومش محتاج ملح خالص كده كمية المخلل بتاعي جبت البلانشا وجبت كمان معايا القطاعة وهبدأ اللي انا بقى قطع بقى حبة تقطعي بالقطاعة اللي هي بتعمل اشكال زي بتاع المحلات براحتك حبة تعملي بالسكينة برضو براحتك اللي انت عايزاي اعمليه انا بقولك الطريقة وشوفي ايه اللي يريحك وإيه اللي ينسبك واعمليه على طول فيه ناس بتحب تخلي الليفت كبير فيه ناس بتقطعه صغير فيه ناس بتخليه كده مكعبات صغيرة اللي انت عايزاي ليكي حرية الاختيار وحكتك وانت حرة فيها انا مجرد ما بطلع اقولك الطريقة والوصفة وبس كده بص الليفت بسم الله ما شو قاله حاجة كده مش هادر اقولك عاملة ازاي ولا بقى مهرية ولا تحسيها اللي هي ايه خلاص مستوية على الاخر لا هو لسه محتاج يقعد كده في المية يومين 3 كمان ونبدأ اكل فيه سايز اقولك اللي انا انا ارأت فيه وانا واقفة يعني ماينفعش كده يعج كده وخلاص يعني من حلوطه طبعا اه مكة ومنة والبيت كله عمالي دوق هقطع بقى الكمية كلها وطبعا اللي هقطعه هحطه على طول في البولة اللي قدامي او في الطبق اللي قدامي ده السكينة اللي انا بقطع بيها او القطعة اللي انا بقطع بيها عارفة اللي هتسائل عليها دي مش سعرها غالي ولا اي حاجة دي تقريبا كنت جايبيها ب7 جنيه ونص من اي محل بيبيع ادوات منزلية اسألي عليها واتلاقيها موجودة فيه منها الشكل دوت وفيه الشكل اللي هو من غير ايد بتمسكيها كده من فوق بص كده بسم الله ما شاء الله الليفت بتقطع بكل سهولة لكن ولا مهرية من جوه ولا اي حاجة خالص والارنبيت نفس الكسة بتاعمه حلوة قوي قطعت برضو الارنبيت كده يعتبر مكعبة زغيرة على قد البق على طول طبعا احنا لسه هنعمل مع بعض خلطة جبارة كده طعمها بيكون حلوة جدا وهي زيبها اللي بتحلي الموضوع وبتخلي الشكل بتاع المخلل كده تبقي عايزة تاكل منه حتى لو جنبيه طبق فول صغير الموضوع بيبقى مختلف هنا الجزر برضو هقطعه بالشكل دوت مش هقطعه شريح كبيرة انا هعمله دوير كده يبقى على قد البق على طول هي الحباية بتاعت الجزر صغيرة فمش محتاجة لانا قطعها اربعة اربعة والخيار نفس الكسة بس حاولت على قد ما اقدر اللي الخيار ماعملهوش رؤية قوي علشان خاطر ما يتهريش معايا في الماية اول حد دلوقتي الخيارة كده بتقرمش وجميلة وزي الفل لو قعدت اكتر من كده في الماية وانا فتحاها هتتهري مني فانا فضلت اللي هي يبقى الحجم بتاعها كبير بحيس لانا اقدر اسيطر على الموقف بس كده وطبعا لو انت مش عايزة تقطعي ممكن وقت الاكل تقطعي المخلل بتاعك ساعة التقديم بس كده بس انا هقطعه النهاردة علشان خاطر عايز عمله الخلطة الجبارة اللي انا بقولك عليها اخلص بقى الكمية كلها يلا بقى يلا قومي بقى لو انت عاملة مخلل زي حالاتي كده يلا مفيش وقت بقى يلا نجزي بسرعة قومي هاتيه يلا كده واتشجعي وافضي الميا منه في حاجة نظيفة زي ما انا عمل وقطعي بقى الكمية كده على بلانش نظيفة وزي الفل بس الفلفل محتاج يعني ايه يستاهل بقك بس كده واعملي كل الخطوات اللي انا هقولك عليها النهاردة وضوء الميا لو حسيت اللي هي دلعة شوية حطت لها ملح لو مشيتي ورايا في الخطوات اللي انا قلت لك عليها قبل كده مش هتحتاج تحط ملح خالص بص الليف تعملي ازاي طبعا انا هقطعها بقى دي كده حجمها كبير شوية فحاول اللي انا قطعها بقى كده حجم زغير شوية طبعا اكيد انت واخد بالك اللي الليفت مش مهري ولا اي حاجة وانا بقطع اكيد انت بتلحزي يعني بتلحزي الحاجة لو مهري اكيد هتشوفيها لو حساها اللي هي محتاجة سوى شوية اكيد برضو هتشوفيها يعني الليفت اللي انا بعمله ده محتاج سوى شوية وزي ما متعودين اللي الليفت بيقعد في المخلل بتاعه يعني بيستوي بعديها بقد ايه بثلاث ايام يعني حلو قوي لما انا اعمله النهاردة ونبدأ ناكل منه بعد ثلاث ايام هيبقى جامد جدا معنا ده كده الخيار ولا مهري ولا اي حاجة والله بسم الله من شاء الله الخيار بيقرقش كده في البق وطعمه حلو قوي خلصت كده الكمية كلها لا استنى هنعمل الجزر مع بعض انت رحت فين انا مش هسيبك النهاردة احنا النهاردة عندنا روتين جامد جدا يعني مش هسيبك يعني مش هسيبك اكتبي لي في الكومنتات ايه رأيك في المخل اللي حقتي تعمليه ولا لا لو ما الحقتيش ان شاء الله باذن الله تلحق يلا بكرا بكرا ايه بكرا الاربع اه يعني ممكن تلحق يجي بلك كده من كل نوع خضار او من كل نوع مخلل كده هتسيلك مثلا نص كيلو او كيلو ويعمليهم كلهم مع بعض والله هيبقى طعمه حلو قوي بس طبعا بقى ما تحطيش بحلو قطعيه بقى كده على طول وابدأي في شغل على طول مع ده الخيار الخيار خليه بحلو هقطع بقى الكمية دي كمان اللي هي الليفت انت بقى لو حبه مثلا تعمليه وبتحب الليفت يبقى عندك متواجد طول السنة ممكن تعمليه بنفس الطريقة كده زي ما انا عملتها من غير ما تقطعيه والله هيعد من 3 ل 6 شهور مش هيحصل له اي حاجة خالص وهيطلع كده الوحدة بوحديتها ولا مهر ولا اي حاجة وطعمه هيكون حلو قوي عايز اقولك كمان في العيد الكبير بيبقى الليفت ده طعمه حلو قوي جنب الفتة بس للأسف بقى يعني انا لو اللي حقيت اجيب تاني واعمله هعمل كده هنا بقى نيجي على المخلل بتاع الجزر يطرى استوى ولا لسه لا استوى وبقى زي الفل بس المية بتاعته مش هستخدمها المية بتاعته دي انا هارميها بس طبعا انا صفيت المية لاني حط فيها هارسة فلفل احمر وانا عايزة الهارسة عشان خاطر بس ايه هستخدمها دلوقت يا واريك خلاص انا خلصت من المية بتاعت الجزر بتاعت البصل لاني مش هستخدمها هجيب بقى معايا ايه هجيب حوالي ربع كيلو من الفلفل الاحمر اللي هو الحراء او هارسة الفلفل الاحمر هضربه في الكبه كويس جدا وبعد كده هحطه في بولة بالشكل ده طبعا الفلفل دوت كان عندي في الفريزر انا هخدت من العلبة حوالي كده ست سبعة معالي حلوين كمية حلوة عملوا معايا الشوية اللي انت شايفهم دول دول كده انا لسه مخرجوهم ممكن تحطي طوم لو انت حبه لكن انا مش بحب طوم مع المخلل تمام وطبعا هارسة الفلفل الاحمر دي انا حطة معايا ملح فممكن تحطي معلقة ملح مع الموضوع دوت هقلب بقى كله مع بعضه كده وهخلي بقى المخلل بتاعي دوت مش عطشة على الاخر حطتي اللايك بتاعك شكلك محطتيش اللايك روحتي فين يا موزة خليك معايا كده وتتفرجي وهتشوفي بقى شكل البطرامون في الاخر كده شكله عامل ازاي حاجة تفتح النفس ولا اجدحها محل تورشي انا هفتح المشروع دوت في البيت ايه رأيكم يعني نفتح نعمل محل تورشي يبقى جامد جدا المهم كده قلبت بقى خلاص المخلل بتاعي مع هريسة الفلفل الاحمر حاجة تستاهل بقك هعمل ايه بقى دلوقتي هجيب بقى البطرامون بتاعي اللي احنا كنا حطين فيه وهبدأ بقى لانا اعبيه الكمية كلها جوي هخلص الكمية كلها وهوريكي كل حاجة دلوقتي وبعد كده نحط كمان الميا اللي احنا استخدمناها في الاول لان الميا دي هي سر الصنعة كلها هي دي اللي مخليها ايه الطعم حكية والفلفل ما تهريش الفلفل كده مستوي وطعمه حلم والوحدة بوحديتها والجزر كمان استوى معانا والدنيا تمام وزي الفل وكل حاجة بتقرقش كده وانت بتكليها بتحس كده مش مهرية مش طرية ما تحستاش اللي هي مع الجينة او مستوية زيادة عن اللزوم الحاجة لما بتبقى ليها ارمشة كده بتبقى حلو طب القرمشة دي وصلت لها ازاي وصلت لها من شوية السكر اللي احنا حطينهم وكمان اللي احنا عاملين الحاجة صحيحة بصي بقى انا بقى وديك دلوقتي المخلي العامل ازاي مش طشط يعني مش طشط بس كده خلاص خلصت الكمية كلها طبعا هعمل بقية المخلي التاني بنفس الطريقة نيجي بقى هنا انا فضيتها بس في البولا دي كده عشان ليها مكان اقدر اللي انا انزل منه جوه البطرامون على طول وبرضو هيدلدق يعني ما تلاقيش بس كده هغطي بقى المخلي البتاعه بالمية لحد ما توصل للاخر خالص بسم الله ما شاء الله شكله يفتح النفس اكتب لي في الكومنتات ايه رأيك في اللون بتاعه من غير ولا اي حاجة خالص ولا سحر ولا شعوزة كل اللي انا عملته حطيت واحدة بنجراية وانا بعمل المخلي في البداية بس كده خلاص بسم الله ما شاء الله الله اكبر الله اعظم ازاني العيشة بيقزن هقفل اسمعي الازان وارجعلك تاني بسرعة جدا ايه واي تروحي في اي حط رجعتلك بسرعة هو ما تأخرتش عليك ولا اي حاجة تعالي بقى معايا نكمل ونشوف هنعمل ايه هسيب المخلي بالشكل دول كده وتعالي معايا نشوف الليلة اللي موجودة هناك هنعمل ايه في الليلة الكبيرة اللي وراهنا ديت يلا بينا انت مش غريبة وهتشوف كل حاجة على الطبيعة زي ما انت شايفة كده شوية المخلي للبصات اللي احنا عملناهم مش عملناهم دي احنا عملينهم اصلا طلعوا كمية الموعين اللي انت شايفها دي هنقدي عليها بسرعة جدا ومش هتاخد وقت مننا خالص ان شاء الله باذن الله وطبعا طول ما انت بتعملي الحاجة بحب ومحبة ورادية وحمد ربنا والدنيا تمام وزي الفل هتلاقيك انت بتعملي الحاجة كده وانت مش حاسة اللي انت بتعملي حاجة غزبا عنك بتعملي الحاجة وانت متضايقة مبارح في الكومنتات لقيت ناس كتير قوي بيقولولي لا يا هبة غيري وجهة نظرك شوية الفلوس يعتبر كل حاجة دلوقتي عايز اقول لكم والله انا بحاول اقتنع بالكلام دوت وبحاول اقولي نفسي فعلا الفلوس كل حاجة دلوقتي كل حاجة بقت تمشي بالفلوس كل حاجة بقت يعني عارفيني اللي هو مثلا ايه في حاجة وقفة قدامك مثلا وتلاقي مثلا كل حاجة وقفت والفلوس هي اللي بتمشي الحاجة كل حاجة بتمشي بالفلوس بس والله العظيم السعادة مش بالفلوس رحت البال مش بالفلوس لو دورنا على الحاجات دي هتلاقي كل الحاجات دي هتملاش علاقة بالفلوس خالص يا فرحتي يبقى معايا فلوس كتير لكن مش لقيا راحة بال مش لقيا حب من الناس مش لقيا سعادة مش لقيا نفسي والله العظيم لو حطيتي بس الكلام دوت في دماغك هتلاقي كل حاجة تمام وانا معاكي انا معاكي عند مبدأك اللي الفلوس برضو بتعمل كل حاجة استواحدة مبارح بتقولي طب جربتي تروحي مستشفى حكومي وتشوفي الناس عاملة زي ما لو معاهم فلوس مش هيبقوا كده ايوا جربت طبعا وبروح لحد دلوقتي مستشفى حكومي مين قالك اللي انا مبروحش مستشفى حكومي انا لسه من فترة قريبة كنت في مستشفى حكومي بمكة بنتي ابو الريش لو انتوا عارفينها صعبة جدا وفعلا الناس تصعب عليكي يعني وهي وقفة كده بس هنعمل ايه يعني كل واحد وربنا بيديله رزقه على حسب ما هو موزع الارزاق كل واحد بياخد الاربع وعشرين اراض بتوعه زي ما ربنا رايد ربنا رايد يديكي مثلا نصهم فلوس ونصهم صحة ونصهم مال ونصهم مش عارف ايه حاجات كتير قوي فما انا اعتريتش نقول الحمد لله على كل حاجة ربنا بيدهانا مش شرط بقى يبقى غيري معاه فلوس ابقى انا عايزة فلوس زيه لأ ما ممكن يكون الفلوس اللي معاه دايت بس هو مش مستمتع بيها هو مش لاقي نفسه مش لاقي راحته مش لاقي راحت عياله مش لاقي راحت بال على الاخر خلي يبقى عندنا كده كناعة بكل حاجة ربنا ميدهانا الحمد لله على كل حال عمر ما ربنا ادينا حاجة وحشة ابدا طول ما انت بيديكي تحلي الحاجة طول ما انت هتحمدي ربنا عليها وهتقولي دي جميلة وزي الفل والحمد لله وربنا بيزيد الواحد من واسع ومن حمد وزيده طول ما انت بتحمديه طول ما ربنا هيزيدك من واسع الحمد لله على نعمة السحة وراحت البال الحمد لله اللي انت قادرة تقوم تشوفي طلباتك وتشوفي تقف على رجلك تشوفي حاجتك دي حاجة بملايين الدنيا لو معاك ملايين الدنيا ورجلكي واجعاكي او في حاجة تعباكي عمرها ما تعرفي تخفي منها فصدقيني موضوع الفلوس مش كل حاجة والله مش كل حاجة ان نقول اصلا انا معايش فلوس اصلا هي الفلوس او انا معاك اللي الدنيا غالية والمصاريف بقيت كتير جدا علينا بس برضو ارجع اقولك الحمد لله على كل حال كده بناكل وكده بناكل والفلوس بتتقضى وبتروح وتيجي والفلوس ما بتصنعش راجل الراجل هو اللي بيسمع الفلوس او يعني الشخصية هي اللي بتسمع الفلوس فالحمد لله حط في دماغك اللي كل حاجة مش بالفلوس رغم اللي انا بقولك برضو الفلوس لها لازمة كبيرة الفلوس يعتبر وسيلة لتأدية الحاجة لتأدية الايه الاغراض بتاعتك او تأدية اللي هي بتجيب لك الحاجة اللي انت نفسك فيها بس عمرها ما هتجيب لك حاجة انت مش عارفة تجيبيها بالفلوس زي رحت البال والصحة وحاجات كتيرة قوي لو حطتي الكلام ده في دماغك هتلاقي الدنيا اتغيرت بالنسبالك او ممكن تغيري وجهة نظرك شوي ما تعودتش ابقى مثالية وطاطل اللي قدامي واقول له طيب ماشي الفلوس كل حاجة واعمل كده لا ما تعودتش انا تعودت لانا اقنع اللي قدامي بالموقف بتاعي او بواجهة نظري فيا رب تكون انت اقتنعتي بواجهة نظري والله العظيم ما اصد اي حاجة احنا اخواته بنتكلم فيه كل حاجة بحب وموادة ورحمة وربنا يدوم المحبة اللي بيننا اللهم امين يا رب العالمين وارجع اقول لك تاني اللي برضو الفلوس مش كل حاجة اي نعم بتعمل حاجات كتير جدا لكن ممكن تيجي عند حاجة معينة وخلاص مدتها خلصت ما ينفعش بيبقى معاك فلوس كتير ومتقدرش تعملي الحاجة اللي انت عايزها بس كده ربنا يهدينا ويهدي اولادنا ويبارك فيهم اللهم امين يا رب العالمين ربنا يسترها معانا دنيا واخرى يرزقنا راحت البال والرزق الحلال والصحة امين يا رب العالمين ربنا يرزق كل مشتاق بالزرية الصالحة اللهم امين يا رب العالمين ربنا يرحم اموتنا ويشفي مرضانا قولي امين يا رب العالمين ربنا يجعل بيبك كلها عمرانا بالخير والحب والمحبة على دخلة رمضان قولي امين يا رب العالمين لو انت زعلنا من حد صلحي وخليكي انت الجدعة خليكي انت اللي بدأت بالخير لو في حد مدايقك انت قدمي كده الصلح ويسبيها على ربنا مش عشان خطر الشخص اللي قدامك عشان خطر ربنا بس مش اكتر والله يعني لو انت متضايقة من حد النهاردة فكري كده بالروحة وعيدي دماغك كده شوية والدنيا تبقى عندك طبام ان شاء الله وارجعي في الكلام اللي انت طول الوقت مكتنعة بي رجعي فيه وهيبة بتقولي مين هي مش عارفة بس هو الموضوع جي في دماغي اكيد كده بس كده خلاص غسلت بقى البطرامانات من بره عشان بقى يبقى شكلها حلو كده وجميلة كل سنوانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير اللهم بلغنا رمضان امين يا رب العالمين بحبكم في اللي احلى وقطي بخود السلام عليكم